ده روزمير عرفتي طب كويس جدا افهم في النباتات العطرية روزميري اللي هو اكليل الجبل اشكرك ده زعتر الجبلي قولي الشجر اللي شكلها شكلها حلو اصلا تحس انها شجر تزينة دي كاري اخضر اهو يعني ده الشفات لما شف برامج الطبخ يقوموا حطينه الكاري الاخضر اهو هو ده ويتشد كده اهو وبيتزرها عندنا اممكن ازرع في البلكونة عندنا في مصر في الجو مين ده ده انا مش حايز اقولك مش حايز اقوله اهو شايفها ورق الكاري الاخضر وتخديه ويتغسل ويترامع على اي طبخة بس بصي والنبي اهم حاجة تكون بتعرف تطبخ ايه يزرع كيه هديجوش يزرع وهي سترق اهو والله هتبوزل حاجات ده اهو ماشي اللاورة اللي انت قلت ده لورة اهو وبتكبر وتبقى اشجار جايب منها شجرة انا موجودة هنا طيب يعني الواحد دي قدر يزرع الواحد دي قدر يزرع اهو الروزميري ايوه انا حجلت كده بقى عشان نباني احنا الاتنين ايوه والنعناع والكاري الاخضر نعناع انواع كل فيه بتاع مثلا سبع تامن انواع نعناع بس البلدي المصري ده هو الريحته رهيبة هو كله ريحته حلوة وجميل جدا انا بس اللي طالبه حاجة واحدة ان يهتم الجميع ان لما تقص قص اهو مش هحصله حاجة كده بحيث تسيب الجزء الجدري تحت اه وتغذيه حيكبر اكتر ايه رائيك بس انها لا انا انا هغلب لا 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 ها لا 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 ده ليمونجراس تانكيو اصح كده اشكري عافو له اعا بروبو هاقولكو لئيه الليمون جراس في ناس كتيرة هقولك هو بيبقى موجود في الحدائق العامة مزروعة لأنه شجرة زينة مش كتير يعرفوا أن احنا بنقصه وبنغليه ويقع ما نشربه كمشروب لطيف على المعدة أو أنه بدخل في الطبخ بزبط أو نجفف الورق ده ونروح حطينه في الخلطة بتاعتنا بتاعة الطبيخ هو سهل وبرد ومش محتاج عنايها خالص وده اللي أنا عايز أقول للناس يا جماعة أنت ممكن تروحوا السوبر ماركت وتلاقوا الطرف بتاعه موجود فيه أهو شايف أنا جايبوا بجد روهي دي ممكن أزرعها على طول لا دي تتحط كده ادي لها سنة هتبقى من دي خمسين واحدة جنبها شمس ميا هوى طيب أنا أنا مش مذكر قوي بس معلوماتي عن الليمون جراس معلوماتي جابية جدا بخلاف أنه جزء مهم في المطدخ الأسياوي هو والجنجر أو الزنجبيل إنما هو له فوائد مهضمة جدا أو مسكنة لل أشكرة للألام ومهدئة للالتهابات وهو بيدي كده زي لمحة لمون بس الليمون بتاعنا البنزهير ولأنه طاغي قوي فإحنا ما بنستخدمهش لللقطة دي يمكن في البهارات أفضل بالزبط هو ده كده ما أخطي بالي يا جماعة معظم الحاجات دي إحنا بنسميهم invasive species يعني إيه؟ يعني الأنواع التي تغزوا الأرض يعني أنتو لما هتزرعوها هتبقى بسم الله ما شاء الله إلحق يا عم حلق من هنا وحلق من هنا عادي في شباك المطبخ في بلكونة البيت ما فيقاش مشكلة طالما شباك المطبخ يبقى لازم تشوف نور دائم قوي دول محتاجين نور أنا بفضل إزرعها في البلكونة في حتة فيها شمس خد منها pieces اللي هتستخدمها حطها عندك في المطبخ استخدمتها سيب الجدر رجعه تاني يريح وهات تانية اشتغل بيها بتعمل rotation بتعمل يعني بزبط زي ما بعمل بتتدول المكان أنا بعمل كده مع الرحان ورقتين من دول على ساندويتش وتخديهم تجففيهم تطبخي بيهم تعملي بيهم البستو سوس تعملي بيهم اي حال طب عايزة اسألك سؤال انت بتزرع بس ولا بتزرع وتطبخ أنا أنا أستاذ طبخ فول اوبشن لا 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 خايل خايل يلي دا الشجرة الجميلة دي ايه بص دي اسمها بورتوليكاريا أفرو اللي هي احنا عشان بس نعملها كده احنا في مصر بنسميها شغر التيرمس انما عشان ولايتها شبه حباية التيرمس بشكلها جميل كويس جدا بيوتفل وسهلة النمو حمولة بس صعب تلاقي التخنات دي دي كبيرة دي شجرة كبيرة لانه جزعها تخيل دول معديني الـ 15-20 سنة الماظر بتاعتك كبيرة دي معديني الـ 40-50 سنة معلش 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 يعني حضرتك حاتتهم في البوت كده او حاتتهم في الإناء ده عشان التصوير ولا هي اصلا في الإناء ده انا 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 جبتها هي كانت ضخمة اصيب منها لو تلاحظي اه انا بشكل الشجرة زي ما أنا عايز اه فدي بونزاي وجبت لها الـ الـ الاصلية بتاعت البوت كبيرة وزعت مقزمة طبعا اه طب هسألك سؤال قولي اه فضولي جدا مالوش علاقة بالزراعة انت بقى يعني اكيد بقى عندك وفرة في الإنتاج جدا بتبيع بقى بصي انا ما بعتش غير مرة او مرتين غير كده انا بدي صحابي اه ده انا وغاية الفلفل طب ما تعتبرنا صحابك اه اه انا هقول لحضراتك بص جميل اه على فكر انا بعتبرك صحابي من قبل ميجي وانا انا والاستاذة مونة اصدقاء منذ فترة طويلة انا كنت دايما بحب بكون ضيف عندها وانا سياسي ثم لما بقينا زملاء اعلاميين ولو تعرفوا معنى كلمة ان مونة الشزلي تصبح صديقة انا مش حنسلها مكلمة تليفونية في يوم اخدت فيه قرار من 13 سنة وانسحبت من الانتخابات 1910 قبل الثورة والوحيدة اللي اتصلت بي تسأل علي اليوم ده وتقول لي اخبارك ايه انت فاكرة المكلمة دي مش فاكرة بس this is me يعني اعمل كده يعني انا بص هو بص بص يا سيد مصطفى الاهم من ان انا افتكرها هو احساسي بالامتنان ان انت فاكرها ولا ودايما اذكرها انا انا ممنون انا بقول ان الوحيدة التي تجرأت في عز جبروت كل اللي كان بيحصل لنا ان ترفع سمعت التليفون وتقول لي محمد يا شيردي اخبارك ايه ونويت تعمل ايه في الضغط اللي كان علي كنت انت وما انصار الكيش اه اشكرك ان انت فاكر شيء فيب وده يدل على معدنك الفيب والاصيل اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة